فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن استنجائي به لما فيه من تنجيسه على الجن إذ الدم نجس فليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها فإن فيها كلاما ليس هذا موضع نعم وأما العظم فلعل العلة فيه أو المنع منه من أجل أنه طعام إخواننا من الجن كما جاء في الحديث الآخر أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجا نهى عن الاستجمار بالروث والعظم نعم وقال إن الروث طعام لدوابهم والعظم طعام لهم نعم فنحن نهينا وهم إخواننا من مؤمن الجن نهينا عن أن نفسد عليهم طعامهم وطعام جوابهم ترجمة نانسي قنقر